في رسالة وجهها سموه إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن مملكة البحرين جعلت من صيانة واحترام حقوق الإنسان مرتكزا أساسيا في مسيرتها التنموية ضمن رؤية متكاملة ومنظمة عصرية من التشريعات والقوانين التي تعزز من حقوق الفرد وتوفر له مقومات الحياة الكريمة وقال سموه أن مساندها جهود الدول على صعيد التنمية المستدامة ودعمها في الارتقاء بمستويات المعيشة لمواطنيها يشكل محور القيم النبيلة لحقوق الإنسان فالحق في الحياة والعيش الكريم يشكل هدفا إنسانيا تكفله الشرائع الدينية والمواثيق الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وشدد سموه على أن الضمير العالمي هو جوهر حماية حقوق الإنسان وأن الجميع تقع عليه مسؤولية تفعيل هذا الضمير من أجل عالم خال من الحروب يسوده السلام وتضام كقيم سامية تحض عليها وتدعمها الأديان السماوية وأكد سموه أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله تزخر بمنجزات تنموية وحقوقية رائدة في كفالة حقوق الإنسان والحريات العامة يدعمها نمو مستدام في مؤشرات التنمية البشرية بما جعل منها نموذجا ليحظى بإشادة وتقدير المؤسسات الدولية وأنوها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في رسالة وجهها إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف يوم غد الثلاثاء ويقام هذا العام تحت شعار الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان إلى ضرورة تعاون الأسرة الدولية لبناء عالم يسوده الأمن والاستقرار وأن الخطوة الأولى لتحقيق ذلك هي الإيمان بالمسؤولية الجماعية في الدفاع عن حاضر البشرية ومستقبلها في مواجهة الصراعات والنزاعات والحروب التي استنفدت مقدرات الدول والشعوب وارجعتها إلى الوراء وأشاد سموه بما يركز عليه شعار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان بشان أهمية تعزيز مشاركة الشباب وتوظيف ما يتحلون به من إمكانيات كعنصر تحفيز نحو بناء عالم أفضل كما أشاد سموه بما يتحلى به شباب البحرين من روح المثابرة وقوة العزيمة في بلوغ أعلى مراتب الإبداع والتفوق في مختلف الميادين وما يقدمونه من عطاء بارز في خدمة الوطن عبر الحرص المتواصل على الحصول على العلم الذي يمكنه من أن يكون أكثر فعالية في رفع اسم مملكة البحرين عاليا في مختلف المحافل وجدد صاحب السمو الملاكي رئيس الوزراء التأكيد على أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بما يجتمل عليه من قيم رفيعة وغايات نبيلة شكل ولا يزال تطورا مهما في تاريخ الإنسانية ويؤكد الرغبة الملحة لدول العالم في الوصول إلى أفضل الظروف التي تساعدها على النهوض والازدهار